اشتركوا في القناة ونصق السابق لدى الحكومة لدى قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان أهلا وسهلا فيك ورح يكون معنا بمنتصف هذه الحلقة ممثل حماس في لبنان الأستاذ علي باركي بالبداية سيد العميد من الحدث نتانياهو فعلها كما يقولوا بآخر المطاف وبعد كل هذه الجولات من المنفوضات شو السبب برأيك وهل ستكون فعلا عملية محدودة كما يقول الأمريكي؟ نعم الحقيقة هي وقتها أعلنت حماس على لسان إسماعيل هنية أنه موافقة على مقترح وقف إطلاق النار كانت مثل صدمة كبيرة على إسرائيل ومفاجأة لأنه أجت بوقت كتير مزروق في نتانياهو زرا كتب الزاوية صارت الكرة بملعب نتانياهو الذي هو أصلا من أساس واضح أنه خلال فترة المفاوضات كلها من وقت ما بلشت حتى مبارح حتى وقت إعلان موافقة حماس كان مبين أنه هو المعرقل الأساسي لكل المفاوضات حتى أنه في فريق له تابع له مرة صرح أنه نحن نتعرض لضغوط من نتانياهو لحتى ما نوصل لحل هذا جعل من نتانياهو كتير مزروق بالزاوية أولا صار واضح قدام كل العالم أنه هو من يعرق المفاوضات السلام أو مفاوضات الهدن ووقف إطلاق النار وهذا سوف يجعله مزروق قدام أهالي الأسرة اللي حيشوفوه أنه لا يبالي بأرواح أولادهم واحد اثنين حيفرجي للعالم كله سواء خاصة الجامعات في الدول الغربية وأمريكا اللي منتفضين وفيه سخط عليه من أنه برهن وأنه هو فإذا هو الشرير هو المجرم أنه حماس وفقت أنت لم تتوفق فهذا كله حيكون في ضغط عليه ولكن بالمقابل ليش نتانياهو ظل مصر لأنه وقف إطلاق النار أو هدنة أو وصلوا لتفاهم معين يعني نتانياهو ببلش الحساب يعني إجا وقت حسابه فهو عم يهرب منها الشغلة لأنه هذا سوف يؤدي إلى سجنه إلى محاكمته هذا البعد الوحيد وراء هذا واحد الثاني بحاجة هو لأي انتصار شوما كان نوعه يعني عملية اجتياح رفح رغم أنه سوف تؤدي إلى مجازر في حال كمل فيها هو بحاجة ليقول أنه والله سترنا على كل قطاع غزة مع العلم بعدنا لحدها لم يشوف أنه بشمال قطاع غزة وبوسط وحتى بجنوب قطاع غزة بعض العدو الإسرائيلي عم يتعرض لخسائر فاتحة والمقاومة بعد عم تستهدفوا مكانه وبعد في إطلاق صواريخ باتجاه المستعمرات في غلاف غزة يعني ادعاءه بالسيطرة على قطاع غزة ادعاء كاذب ولكن عم بيفتش على أي انتصار شوما كان نوعه ولو كان شكله لحتى يقول أنه خلصنا المهمة بالإضافة لهالشي بعد في عنده ضغط من إبل وزيران هني متشددين سموتريتش وبنجفير مهددين وإذا ما بتفوت تعمل عمليه برفع احنا هبدا نستقيل فإذا ساتت تسقط حكومته هذا كله في ضغط على نتانياهو الحقيقة لا يحسدها من كل العالم من كل الميلات حتى كمان مثلا الأمر كان اللي هني صار واضح أنه في زواجية بمواقفهم بيحكوا شيء بنفسه شيء تاني بس بالمجمل صاروا محذرين وكذا مرة أنه ما تعمل عملية برفع المسؤولين الغربيين المسؤولين تبع منظمات الدولية عم ينصحوا أنه عملية من هذه سوف تؤدي إلى كويرس رغم هالشيء الزلمي مزروق من كل النواحي ما عنده حل إلا أنه يقوم بعملية باتجاه رفع هل هالعملية سوف تكون كاملة هل سوف ينفذ عملية كاملة ويشتاح رفع بشكل كامل ولا بعده عم بيعمل عمليات تحضيرية بشكل هل هو أنه هيدا جزء من المفاوضات صحيح كيف يعني يعني هيدا ضغط بالنار على المقاومة حماس للقبول بشروط إسرائيل لأنه يصرح أنه ما وافقت عليه حماس ما بيمشي مع شروطنا نحن بكل أحوال شو ما كانت الشروط في حال وصلنا لوقف إطلاق النار ولتبادل أسرة يعني خسرت إسرائيل وخسر نتنياهو نتنياهو إلى المحاكمة وفي حال كمان استمر واستمر كما هو في مأزق لأنه بدأت أدي لمجازر وبعدين مين قال أنه حيربح كمان يعني مين قال أنه مش برفح حياكل كف مرقة هذا البدا نسألك كيف رح تكون يعني المواجهة برفح بس قبل طب هل من المنطق اليوم أنه الداعم الأساسي للكيان الإسرائيلي بالأسلحة وبالمال وبكل وحتى بالقرار هو الأمريكي يعني يتخطى هذا القرار ويتخطى هذا الداعم الأول ويذهب إلى ماذا يعني كيف تفسر ذلك أمريكا الحقيقة صارت تواضحة خلال كلها الحرب من سبعة تشرين وحتى اليوم ما بتحكي شيء وبتنفذ شيء تاني يعني هلأ مثلا بارح سمعنا أنه قال في صفقة وسط أسلحة كانت مابعوتي إلى إسرائيل ووقفوها في ناطق اليوم باسم العدو الإسرائيلي قال التنصيق مع مع أمريكا منقطع النظير لك ملا تعبير هذه قبل ما فوت على ستوديو هلأ شفتها أنا أنه كل هالحاكي اللي عم تسمعوه منه واقعي واحد اثنين الإسرائيل عم تستعمل دايما أسلوب الفضيحة وزرك كل من يدعمها علنا مثلا صرحوا هني مثلا صرحوا مبارح أنه لو ما دعم الدول العربية ما وصلنا لرفحنا شوفوا لحد دولا هني بيفضحوا يعني بيزركوا الحلفة تابعهم المتعاملين معهم أو اللي يدعموهم وهذه مشكلة كبرى على كل ما نتعاون مع إسرائيل هلأ بالنسبة لأمريكا وقت الأمريكا بتقول نحنا كان في صفقة بيعتينا ألاف القنابل السقيلة ألفين رطل وألاف القنابل اللي ألف وخمسمائة رطل وخمسمائة رطل وقفنها بيجي ناطق باسم العدول الإسرائيلي بيقولك أنه نحنا والتنسيق بيننا وبين أمريكا منقطع النظير ونفس الوقت بايدن بيقول أنه فنتكاتف كلنا وخصوصي توجه لليهود مبارح خطابه لمواجهة معادات السمية صحيح مبارح كان كل خطابه باتجاه اليهود وأنه نحنا كيف ما كان يعني بكل الأحوال نحنا وعم بواجه خطابه للطلاب أنه الطلاب أنتو عم تعملوا فوضى ونحنا لازم نكون كلنا ضد معادات السمية ونحنا ملتزمين بأمن إسرائيل ونحنا ملتزمين بأمن اليهود ما جايب سيرة 35 ألف شهيد فلسطيني ما جايب سيرة المجزيزير بعدين فيه شغلة كتير مهمة وخطيرة صارت مبارح لما الكونغرس الأمريكي فيه كذا عضو منه بيمضوا على عريضة بيهددوا المدعي العام تبع الجنائية الدولية إذا بتاخد إذا بتصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو نحن بنفرض عقوبات بحقك شو بعد فيه أفضح من هكك شو بعد فيه أكتر من هكك تعري بالنسبة لأمريكا قدام المجتمع الدولي قدام دول العالم كلها سوا أنه الكونغرس الأمريكي عم يفرض عقوبات بحق مدعي عام الجنائية الدولية اللي لازم يكون هو سلطة قضائية فوق كل السلطات أنه إذا بتقوم بهذه الخطوة نحن بننعقبك كيف يعني واضح مجلس الأمن واضح المنظرات وخاصة وقت الآله أنه المحيطين بنتنياهو أنه هدد نتنياهو هدد لبايدن إذا ما بتضغط على الجنائية الدولية أنا بدي يفوت على رفح السؤال كيف يضغط يعني هذا يدل على أن أمريكا هي مسيطرة على القضاء الدولي بكيفة أشكل وبكيفة المحاكم الدولية شو ما كان نوع وحتى على المجتمع الدولي كلهم مسيطرة أمريكا بشكل مفضوح نحن منعرف منا سزجين نعرف أنه في تأثير أمريكي واللوبي الصهيوني على المحاكم الدولية والقضاء الدولي بشكل عام نعرف والدليل على ذلك مثلا الأرجنطين أصدرت حكم بقصة انفجار السفارة الإسرائيلية بالأرجنطين من 30 سنة أصدرته أثناء التحضير من إبل إيران للضربة للرد على ضرب السفارة في سوريا لك أم تنطلعوه هذا يعني أنه مسيسي القصة 30 سنة هلأ فقت يا خير كنت عملها مش شهر أو عملها بعد شي شهرين هذا يدل كله مسيس وكله غب الطلب بيد أمريكا وبيد اللوبي الصهيوني فأزا أنا اللي بدي أقوله خلاصة من هذا الموضوع ما بقى حدا يتحفنا بقضاء دولي ومحاكم دولية ومجتمع دولي لأنه كله كذب بكذب وصار واضح والحسنات تبع معركة غزة وطفان الأقصى أنه عرّت المجتمع الدولي كله وعرّت أهم شيء أمريكا والغرب أنه منافقين وكذبين وما في حدا يتكل ولا على شيء اسمه قضاء دولي نعم بموضوع العملية برفح هل فعلا المقاومة موجودة بنفس المستوى اللي عم يحكي عنه الإسرائيلي وكيف برأيك استراتيجيا وعسكريا ستكون هذه المواجهة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية لحالها من المؤكد أنه محضرة لتكون في مستوى عالي من المقاومة للإشتياح اللي بدأت تكون فيه إسرائيل وأنا أجزم أنه سوف تتكبد إسرائيل خسائر فادحة في حال قررت فعلا تنفيذ هذه العملية العسكرية للإشتياح رفح لأنه جهد الرئيسي للمقاومة الفلسطينية سوف يكون فيه رفح لأنه عرفي أنه إسرائيل بحاجة للإشتياح ما رح تخليها توصل لأهدف سوف تؤدي إلى مجازر معروفة لأنه وقت المنلاقي أنه رفح كله على بعض خمسين كيلو متر مربع في قلبها مليون ونص لمليون وثلاثم ألف مدني عزل سوف تؤدي أي عملية عسكرية من قبل أي جيش اللي كان سوف تؤدي إلى مجازر كبيرة ما بالك إذا كان هذا الجيش هو إسرائيلي اللي مجرم اللي ما فرأني معه الحساب ولا فرأني معه إنه قوانين دولية فسوف تؤدي إلى إلى مجازر إذا كانت نفذلت عنده مقاتلين كتير والمعلومات تقول أنه جهزت له سوف تطلع بمفاجآت مثل ما صار بكذا محور بغزة مثل ما صار بخان يونس وبوسط غزة بينات سرين بعدهم عم يكلوا ضربات بس شفنا يعني بالساعات الأولى من الدخول لرفح كان فيه تدمير لأنفاق بس كمان قبل ما تصير الساعات الأولى اللي عم تحكي عننا صار فيه قصف لمعبر أبو سالم كرم أبو سالم إذا بتتذكري من يومين ثلاثة استهدفوه بصليه من الصواريخ ومن القذائف قدت لكثير خسائر عند العدو الإسرائيلي هذه كانت رسالة بدي أضيف أنا هون شغلي إلى محور المقاومة نعم لا أعرف إذا هلا بديك تحكي فيه نحكي المحور المقاومة كان قبل ما كان بعد فيه مؤشرات أنه إسرائيل سوف تقوم بعملية تجاه رفح وبدأت نفذ عملية رفح خلص ما في مجال الأول من أعلن أنه سوف يصعد هي اليمن آية اليمن سوف ننتقل إلى المرحلة الرابعة ما هي المرحلة الرابعة هي استهداف السفن والمصالح الإسرائيلي في البحر المتوسط يعني صار عندنا بحرين اللي هني بتطلع إليهم البحر الأحمر وبحر المتوسط سوف تستهدفهم اليمن ومبارح أعلن أول تبارح أعلن العميد سريل هو الناطق باسم الحسين قال أنه بدأت عملية المرحلة الرابعة من استهدافنا للعدول الإسرائيلي نصرة لغزة إذا هي مصرة بدأت تفوت باتجاه رفح هاي واحد بالنسبة لأمالة لبنان المقاومة إذا بتلاحظ يصار لها أكثر من جمعة عم تتساعد وطيرة الاشتباكات في جنوب لبنان والاستهدافات عم تكون مؤلمة جدا منها أول شي من مستعملة المطلة وقت القامة المقاومة باستهداف استهداف مركز عسكري هناك بطائرات مسيرة انقضاضية إسرائيل قالت أنه هذه أقصى ضربة نتلقاها في الجبهة الشمالية منذ بداية الحرب واحد مبارح كمان المقاومة قصفت مركز يفتح بكمان بمستعمرات المقابل حدود اللبنانية وكمان كبدوته خسائر اليوم عمين حكى أنه فيه انفجارات وصوت انفجارات صوب حيفا صوب عكا والجليل الغربي كمان يعني هذه الاستهدافات على وقع هذا يدل على أن المقاومة عم تقوله للإسرائيلي أولا أولا إذا بدك خلاني أخذها بميلة لبنان ردا عم تقوم به إسرائيل تجاه لبنان باستهداف المدنيين لأنه بميس الجبل قصفت إسرائيل منزل في مدنيين ارتقى فيه أربع شهداء من عائلة وحدة فهذا الرد الثاني عم تقوله المقاومة للإسرائيلي إذا كان في نيتك أنت تعمل اشتيح للبنان أو عملية عسكرية في لبنان فهذه مفاجآتنا وكمان مساندة لغزة ولرفح إذا أنت بدك تعمل عملية عسكرية برفح نحن لن نقف مكتوفي هذه سوف نصعد هاوصروا جبهتين العراق مبارح العراق أرسل طائرات مسيرة باتجاه أم الرش رش بيسموه إيلات هنه هذا يدل على أنه جبهات المقاومة كلها سوف تكون في مساندة رفح بعد في شغلة مبارح قائد في حرس السوري الإيراني صرح أنه كمان إذا إسرائيل بتعمل عملية برفح نحن سوف نستهدف البحر المتوسط إذن يعني ذهب الأمور لوين هتظل بشكل بإطار المساندة لا لك شغلة كله هل عم ينطر عم ينطر نتنياهو شو بده يعمل برفح هل هي العملية بس محيطة للضغط على المقاومة حماس لتنزل من شروطها شوي صغيرة ولهو فعلا عنده نية يفوت في حال فعلا عنده نية يفوت سوف تشتعل المنطقة بكملة أنا برأيه يعني مش تشتعل بمعنى أنه سوف تتصاعد حدة المواجهات في كيفة الجبهات إذا إيران هددت أنه هي سوف تستهدف البحر المتوسط معايا نحن راحين باتجاه توتر كبير في المنطقة ما حدا بيعرف لأنه لن تسمح لن تسمح جبهات المقاومة أو محور المقاومة بأنها تنكسر حماس في رفح يعني عم تقول أنه بحال دخل الجيش الاحتلال إلى رفح وقام بعملية واسعة المقاومة ستكون محاصرة يعني المقاومين أي مقاومين مقاومة فلسطينية فلسطينية صحيح ما هي أصلا هي محاصرة حاليا يعني راح تكون بموقع ضعف يعني عم تقول هون بدنا نشوف لأنه كان الشرط الأساسي منذ بداية هذه الحرب للجبهات المساندة شو رأيك يصير فيه 130 يونس بأنه سنتدخل بشكل واسع عندما يعني تضعف المقاومة مش تضعف يعني ما بدون يخلوا الإسرائيلي يوصل لمحل يشتاح رفح لا شو السبب لأنه رفح مختلف عن باقي المحاور بدتصير مجازر يعني هو عم بيحاول يدفع المدنيين لون بد يروحوا المدنيين بعدهم بقيين عم نشوفوا نحن أنه وقت لون عم بيضرب وحن يصير فيه هجرة لوين بدك تخبرنا كمان فيه محور في لادلفيا اللي من 2005 تركوا جيش الاحتلال اليوم يعود إلى التمركز حتى معبر رفح هني سيطروا هني برأي أنه دخول أو تموين المقاومة الفلسطينية إن كان بأسلحة أو بزخائر أو بالتموين عم بيصير عبر معبر رفح بطريقة أو بأخرى فهني برأي أنه إذا سيطروا على معبر رفح وعلى فلدلفيا بيكونوا أطعوا التموين من كافة الأنواع على المقاومة أنا أجزم أن المقاومة حاسب حساب وعنده تموين كافي لأشهر قادمة للتصدي للعدو الإسرائيلي وأنا برأي سوف يتكبت سوف يكون هناك مفاجآت للعدو الإسرائيلي كما حصل في خان يونس وفي محاور أخرى في غزة هذا معلومات طبعا وطبعا ستكون جبهة المقاومة أو محور المقاومة في كل المناطق مساندة وسوف يكون ضاغط على إسرائيل ما الدور المصري اليوم بهذه العملية وتحديدا بإعادة السيطرة على محور في لدلفيا شو بدي كون الدور للأسف ما بين حكا شي سمعنا من يومين أن الجيش المصري كمان على جيش المصري سكر ببلوكات بطن سكر ببلوكات بطن حتى يمنع أنه تقوم إسرائيل بدفع الغزاويين باتجاه صحراء صيناء هذا كافي بالنسبة للمقاومة الفلسطينية يعني دولة عربية المؤسف أنه عم ينحكها كمان من قبل إسرائيل أنه بدأت جيب شركة أمريكية خاصة لاستلام معبر رفح بعدين يعني شوف هالطرح الخنفشاري اللي مش موجود يعني شو رأيك بانا نحن عمالة لبنان نجيب كمان شركة نحن ما بعرف من أي كوكب نحطها هي مسؤولة عن المعابر بيننا وبين فلسطين المحتلة عمالة الجولان كمان نحط يعني فيه طروحات ولا ممكن تنقبل بالنسبة لمصر يعني مصر أنا برأيي لو بدأت تعمل شيء كانت عملت من بداية الحرب كل اللي عم تعملوا هلأ أنه ما تخلي إسرائيل تعمل ترانسفير للغزويين بالتجاهة صحراء سيناء أما دعم للكمقومة ما أنا شايف فيه أمل بهالموضوع عبدا لأنه شوفنا مبارح مناظر لمللات إسرائيلية دخلت الأراضي المصرية على حدود الشريط الحدودي ما بين معبر رفح هذا شيء مؤسف هددت يعني بيقطع علاءات ما بعرف يعني يعني هذا أكتر شيء فيه موقف متطور هذا أكتر شيء هددت أكتر من هك مفشي أنا أتجنب دائما الحديث عن الدول العربية لأنه لا أمل لا أمل شيء مؤسف يعني ولو أنه هذه المنطقة المقتضة بأكتر من مليون نازح فلسطيني مهددة بكارثة إنسانية ما بتتوقع كمان أي موقف سيصدق الدول العربية لا أمل من أي دول العربية ولا وحدة لك لا في دول متآمرة في دول هني عبر أقول الإسرائيلية في دول عربية طلبوا مننا القضاء على حماس وخلصوا منهم فتغطي العربية وقلت لك أنا في مبارح طلع أنه نحن لو ما تغطيت الدول العربية ما فتنا على معبر رفح في أكتر من هك فأنا أتجنب ما بدي أكتر نحن مرتبطين مباشرة بهذه الجبهة بحسب يلقوا نفس الجواب عندما تتوقف الحرب في غزة تتوقف جبهة الجنوب شو معطياتك بموضوع الألف وسبعمية وواحد والورقة الفرنسية بشكل خاص الورقة الفرنسية بعتقد دولت رئيس بر جاوب عليها وبعتقد بواسطة بعتقد الوزير علي حسن خليل للسفارة الفرنسية في كتير ملاحظات عليها ما هفوت بتفاصيلها هحكي بشكل عام نعم كل حدا إن كان في الداخل اللبناني بده يكون مقتنع على النقاط التالية لا توقف في جبهة الجنوب قبل التوقف في حرب في غزة واحد اتنين إعادة تفعيل السبعة عشر سفر واحد سهل جدا إذا إسرائيل التزمت بالمطالب تبع لبنان اللي هي معالجة المشاكل على الحدود البرية معالجتها بشكل تام من أول لأخر من البيوان حتى مزارع شبعة ضمنا لأنه آخر فترة شفنا سيد هوكشتاين كأنه يجنب مزارع شبعة عن يدخلها بمعالجة الحدود البرية وأنا بلاقي هذا خطأ كبير لا شو بلاقي هذا إسرائيل دائما بتتكمش في قصة مزارع شبعة وأنه هذا موضوع له علاقة مع سوريا كمان ولكن سيد هوكشتاين وقت إجابي بقاب سنة الماضي كان جاي بنفس من الإسرائيل أنه هن مستعدين للحديث عن مزارع شبعة مستعدين للمناقشة بمزارع شبعة يعني بطل هالموضوع اللي ممنوع تنقش فيه وحتى البيوان مستعدين يحلوها هيدا عم نحكي قبل 27 كيف بعد 27 أنا بلاقي خطأ كبير على أمريكا وعلى إسرائيل إذا ما بتدخل مزارع شبعة بضمن المفاوضات بالحدود البري لأنه هني باعتقادهم أنه لما أنت بتحلي قصة مزارع شبعة ما بيعود في شيء بإيد المقاومة في لبنان زريع على بقاء كمقاومة هذا الموضوع صارت كثير بعيد قصة سلاح المقاومة هذا بدوني أش طويل بس أنا بحكي بالنسبة لهم وحسب نظرياتهم أنا بلاقي أنه خطأ كبير إسرائيل وأمريكا إذا ما بتدخل مزارع شبعة ضمن مفاوضات إزهار الحدود طالما فتحنا الموضوع حقيقة الموقف السوري تجاه هذا الموضوع لكن الجيش اللبناني عمل دراسة قانونية بواسطة الجنية أنا أصدقل كذا مرة وهذه الدراسة أرسل إلى مجلس الوزراء ومجلس وزراء أرسلها إلى الأمم المتحدة تقول أن مزارع شبعة لبنانية على إسرائيل أن تنسحب منه ونحن ونصرية نتصفة بس الجيش اللبناني على كل المسؤولين في لبنان شو ما كان توجههم إن كان إذا بعدنا بدنا نسمى 8 و 14 أدار ما بقى تزبط هذه لنفترض لأنه بعده نفس التوجه تقريبا الفريقان لازم يلتزموا بما يقول به الجيش مين بيحدد الحدود مين مش المسؤولين السياسيين اللي بيحدد الحدود هو هو جيش اللبناني الجيش اللبناني عابل لك مزارع شبعة لبنانية وفيه إثبتات فيه إثبتات كبيرة في ملف فلقات سمكو انبعات الأمم تحديد يثبت أن مزارع شبعة لبنانية عليك أن تمشي وراء الجيش اللبناني إذا بس نسحب إسرائيل منه منفاوض السوري إذا ما وافق نتعامل معه فيه فئة من المشاهدين ومن اللبنانيين نحكم يجاوب أكيد يتمنوا يسمعوا الجواب من حضرتك بعد هذا الفاصل مشاهدين نخليكم منكملين معكم مشاهدين أبي حوار اليوم مع العميد مونيرش حادة سيد العميد كنت عم تحكينا بموضوع الورقة الفرنسية وكان عندي سؤال بما يخص سلاح حزب الله طالما هلأ كمان قلت أنه اليوم ليس الوقت المناسب أبدا لطرح هذا الموضوع ولكن بحال حل موضوع مزارع شبعة وحل حضرتك قلت أنه فيه مرونة من قبل الأمريكي ولو أنه غير جدية بموضوع البحث فيها بس خلينا نبدأ بموضوع الورقة الفرنسية والرد اللبناني برجع بلك أنا دولت الرئيس بري أرسل ملاحظاته في كتير ملاحظات وأصلا هو إعلن من ثلاثة أربعة أيام قال فيها أنه في شي مقبول في شي مش مقبول وبعت ملاحظات خطيا على السفارة الفرنسية بس بشكل عام أنا قلت يكون بعلم الجميع في الداخل اللبناني وفي الخارج لا توقف للمعارك في جنوب لبنان قبل توقف الحرب في غزة هاي واحد اتنين بدك ترجع المستوطنين على المستعمرات بتحل قصة الحدود البرية بيننا وبين فلسطين المحتلة من البيوان ضمنا المزارع الشبعة الثلاثة ما يحكى عن دفع قوات الرضوان أو أنه عناصر المقاومة إلى شمال لطاني هذا طلب غير قابل للتنفيذ منطقيا يعني مش قصة تعانوا تعانوا هاو دي ولاد المنطقة يعني يعني شوفي انت التأبين للشهداء وين عم يصير يعني يعني واحد ربيان وخلقان بميس الجبل وبكفر كله بدك تقليل وحمل حالك وروح عود مثلا لصوب النبطية أو طلع ما بتزبط يعني طلب غير قابل للتنفيذ نهائيا هلا الظهور المسلح أنا متأكد عندما تنفذ الشروط أو المطالب اللبنانية هي وقف حرب غزة معالجة الحدود البرية والتزام إسرائيل وتتعهد أمام أمريكا بوقف الخروقات الجوية البحرية والبرية تبطل من وقت سنة الألفين وستة حتى سبعة تشرين وهي عندها خروقات خروقات بالألاف على كل المقاومة التزمت بهذا الظهور المسلح ما كان موجود وليس من مصلحتها هلا كمان حتى بس يتنفذوا هاودي وتتعهد إسرائيل أنه ما بقى فيه كمانين يعني بعد حربة سبعة تشرين وبعد كلها الدمار اللي صار بالجنوب والشهداء الذين سقطوا لا يمكن أن نقبل أنه نرجع لمحل ترجع إسرائيل ضل مستبيحة سماءنا وطائرات التجسس فوقنا وتضرب سوريا من فوق سهل البقع وخروقات بالبحر وبالبر بدأ تلتزم إسرائيل ما بقى فيه خروقات بس تصير هادي ظهور المسلح فورا يختفي أنا متأكد سوف تلتزم المقاومة طبعا الجيش اللبناني وقوات طوارئ الدولية الجيش اللبناني بده دعم ويحكي عن أنه زيادة عديده دوبل عن ما هو موجود هلا حاليا هلا هذا بده ميزانيات بده مساعدات من الخارج لتمويل الجيش اللبناني من ناحية العديد أو من ناحية المعدات لأن الجيش اللبناني بده قرار بالقبل فيه قرار فعلا بتزويد الجيش بأسلحة هلا هون المشكلة هون المشكلة اللي دائما عنا في فريق في لبناني بيقول أنه جيش اللبناني بيقدر يكون بمواجهة إسرائيل يعني عم بيربحونا جميل مبارحة اللي تطالع فيه تهديد من قبل الأمريكان إذا ما بتركبوا أبراج على الحدود منوقف الميت دولار شو عم تقارن كيف عم تقارنهم مع بعضهم الميت دولار للعسكري مقبيل تحط أبراج تجسسية على طول الحدود بيننا وبين فلسطين المحتلة شو في الابتزاز وإلا منوقف الدعم لجيش اللبناني كاملة مش بس الميت دولار هذا ابتزاز غير مقبول من قبل دولي مثل أمريكا لحتى يقوم بدوره بشكل كامل في تطبيق 1701 جنوب نهر الليطاني يجب زيادة عديده دوبلي يصير وهذا بده تطويع بده عتاد وبده أسلحة يعني بده ميزانية بده ميزانية و 1701 بيتفعل بكل سهولة ما بده شيئا وتعود الأمور كما كانت مقبل 27 هذا بخصوص الرد اللي يوصل عليها للورقة نعم هذا شيء منه هذا شيء منه لأنه هني كمان اللعبانين بالكلام أنه حرية الحركة وبتقدر اليونيفل تفوت مطرح ما بده ووقت ما بده هون عدل عدل دولة الرئيس طبعا عدل على على الورقة أنه تطبيق 1701 أنه تكون هذه من ضمن 1701 لأنه ما بدنا نعدل نحن بالقرار 1701 بده تعديل بالقمم المتحدة حرية الحركة وكيف تتصرف اليونيفل وكيف طريقة الدوريات يجب أن يكون في تنسيق مع الحكومة اللبنانية آخر شيء طلعنا في سنة الماضي وطرحنا على الأمم المتحدة بدل من التنسيق مع الجيش اللبناني تنسيق مع الحكومة اللبنانية هو شو الأفضل للبنان يعني؟ يجب التنسيق يجب التنسيق ما بين اليونيفل والجيش اللبناني طبعا طبعا حتى ما يصير مشاكل مع الأهالي لا بقصد أنه استبدلته الجيش ما استبدلنا هني استبدل أو هني موضوع لكن موضوع الأمم المتحدة بده حلقة لحاله هلأ مش وقت وابدا بس هذه النقاط التي أرسلت كرد لبناني على الورقة الفرنسية في كتير ملاحظات قابل للتطبيق للقبول شو برأيك؟ طبعا بالنسبة لفرنسا أصلا هي بالجو أصلا وبعدين كمان لبنان يعني مين الجيب الورقة؟ الجيب الورقة هو الفرنسا لبنان بده أماركا تكون بها القصة لأن أماركا هي من تمون على إسرائيل وهي ضامن إذا في حال تزمت تلتزم مشان هك كمان بإحدى الملاحظات كدبين أنه يجب أن تكون أماركا بمعنى أنه السيد هوكشتاين يجي مشان تطبيق التفاهم على قصة السباط يعني التفاهم على هذه الورقة إلى أين يعني ممكن أنه يود بالسياسة وأيضا بجبهة الجنوب خلينا بجبهة الجنوب أنا متأكد أنه المقاومة في لبنان لن تستسمر أي انتصار لها في معركتها ضد إسرائيل في الداخل اللبناني وأصلا هذه صرحها سمحت السيدين يعني ما بيقرش ويستفيد من ما حصل ما يحصل في الجنوب في الداخل اللبناني هلأ ما ننسى أنه المقاومة أو في لبنان إلى 27 نائب بمجلس النواب يعني ما خص السلاح وما خص الصوريخ وما خص فيك تتجاوزيهم ما فيك تتجاوزيهم وبالإضافة لهم يأضافة لهم عدد كبير من النواب اللي بيأيدوا المقاومة فيك تتجاوزهم شو خص السلاح وشو خص الانتصار بالجنوب ولا الخسارة بالجنوب ما قلع عليها ليه نفترض هذه ما حتصير ليه نفترض خسارة المقاومة بجنوب أنه هلأ بالداخل شوفوا مون يعمل ما حنظل نفس عدد النواب بزيتهم فإذا عم تعني حضرتك أنه سوف تستفيد المقاومة أو تستعمل ما يحصل في الجنوب في الداخل اللبناني بخصوص رئيس جمهورية هذا لن يحصل لن يحصل بموضوع المؤتمرات اللي عم تصير يعني بالألف بما يخص الألف وسبعمية وواحد هي بأي إطار بتدعى كمان عم بصير فيه لقاءات ومطالبات لكي بندك مؤشر بندك مؤشر على السبعة عاش سفر وواحد شوف في السيد هوكشتاين مش عم يجي لأنه هو عارف أنه ما فينا نجي نحكي بسبعة عاش سفر وواحد قبل توقف الحرب بغزة ناطرين لا يشوفوش بده يصير حتى وزير خارجي بلينكن وقت الكامب زيارة لتال أبيب مرة الماضي قال إذا ما حلينا قصة غزة ما رح نقدر نحل مشكلة ما رح نقدر نحل مشكلة الجبهة الشمالية يعني أمريكا مقتنعة حل الجبهة الشمالية مرتبط بغزة فإذا ما في حكي بالسبعة عاش سفر وواحد ولا بوقف الحرب في جنوب لبنان وجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة إلا إذا وقفت الحرب بغزة بموضوع النزوح سيد العميد لكن جهز كمان الاتصال مع القيادة بحركة حماس علي بركة يعني عم يرجع بقوة هذا الملف خصوصا بعد زيارة الرئيس القبرصي ورئيس المفاوضية الأوروبية وهبت المليار دولار البعض بحب يسميها رشو شو رأيك فيها؟ واضح جدا لكل الفرقاء اللبنانيين صار أنه الغرب ممثل بأمريكا وكل الدولار الأوروبي والاتحاد الأوروبي يسعون لتوطين السوريين في لبنان هذا صار واضح ما بقى شي مخبة وما بقى شي حزيرة الحمد لله أنه في فرقاء في لبنان استفاقوا ولو مؤخرين على أنه النزوح السوري سوف يشكل مشكلة كبرى في لبنان صار كل الفرقاء اللبنانيين مجمعين على أنه لازم حل هذه المشكلة اليوم قبل الغد هذا شي ممتاز يعني ما فيه مستفيدين من بقاء بالفترة الأولى لأنه نحكى أنه في كتير جهات مستخدمي يوم كله صار فيه إجماع لإعادتهم لا بدنا نرجع راجع تاريخ نذكر بحادسة وحدة أنه أول ما وزير دفاع في إحدى الحكومات بعتقد الصرافي ممكن كان وأتلقى أنه النازحين السوريين في عرسيل فيهم إرهابيين طلع وفد من الفريق الآخر على عرسيل هودي سوار ونحن بدنا نحميهم ومنهم إرهابيين ما في فترة دورية للمكافحة بأمر النقيب مش عليني الشهيد مش عليني سحلوهن سحل فوق وأنا من كنت بالمحكمة العسكرية وحكمت بالبعض من ارتكبها الجريمة من بعد فترة فاتوا على المهنية وخطفوا أربعين عسكري وكذا دركي كذا هو أحد من قوان أمن الداخلي وأتلوا المؤدم جمال وصدقت أقوال فأزا يعني خبرية وما ننسى كمان في أحد الوزراء في الفريق الآخر قال ما بيفلوا ما من نبعثون على سوريا إلا على دمنا وبيجوا بيسألوا المشكلة أنا ما بدي أمدح بالوزير جبران بسيل أول من تحدث عن النزوح السوري يجب تنظيمه يجب أنه نوضع له حد لازم نعمل مثل باقي الدول مثل معاملة الأردن مثل معاملة تركيا مخيمات نحصيهم قالوا عنه أنه عنصري وأنه مشاك وفي مظاهرات صارت بالشارع مستهد في جبران بسيل أنا ما بدي أدافع عنه ما بعرفه أصلا بس إذا بتتذكري صارت الشعارات جبران بسيل بره بره والسوري جوه جوه وبتسمعون هلأ بيقولوا هو كان بالحكومة ليش ما عمل أنت كنت مسكر طرقات وأنت كنت عم تهدد بفتني في الداخل أنت كنت عم تقول عم تهدد أنه ما بيروحوا إلى عدمنا وبعدك لمبارح لقبل حادثة باسكال سليمان في جبال بعدك عم تقول أنه الوضع غير مستتبت في سوريا ما من أمن نبعثهم فبعدك عم تحميهم هلأ لما صارت قصة باسكال سليمان وأنا بلاقيه شهيد كمان طبعا لما ساعتها وصل الموس للرأبي صرت تحس فيها وصرت محرج انتبهي أنا اللي شفته بالفريق الآخر محرج عم بيطالب بالنزوح السوري مش أنه هو صار مقتنع قصة باسكال سليمان بس الجريمة وبدأ جيب سيرت هون قصة الجيش وفلقونا بوقتها أنه الجيش اللبناني وجيش اللبناني بس قالوا أن الجيش اللبناني حادثة باسكال سليمان هي سرقة من قبل نازحين سوريين ما قبلوا فأزا يعني ما يحكوش وتنفيذ على الأرض شي تاني بس قالوا الحمد لله وصلنا لمحل شو ما كان رأيون إن كان مقتنع وإن كان محرج نحن بدنا النتيجة نتيجة تقول كل الفرقاء اللبنانيين يجب أن يجتمعوا اليوم للتصدي لكل من يسعى لتوطين السوريين في لبنان وأنا برأيي السماح للنازح السوري أنه يمشي بالبحر ويروح صوب الشواطئ الأوروبي لأنه ما بيفهم قوله هاك بس شو عواقبة شو عواقبة لي من خاف من هيدا لألك لاش لأنه أو بالأحرامين اللي بيخاف دول الأوروبية تهددت عم تهدد بشكل علني عم تهدد وقف المساعدات وحصار اقتصادي على لبنان لكن نحن وضعنا لازم الغرب يفهم نحن وضعنا مختلف عن كل الدول الباقي يعني في حال توطن السوري في الأردن ما بيعمل مشكلة إذا توطن في تركيا ما بيعمل مشكلة إذا توطن في العراق ما بيعمل مشكلة عنا بيعمل مشكلة مشكلة كبرى 2 مليون ونص نازح سوري موجود بين 5 مليون لبناني نصنا نحن ما بنحمل فإذا لذلك نحن الفرقاء اللبنانيين بالقليل يجتموا على هالموضوع خليكم مختلفين الأنبالي حمي قاتب بعد ما رجع من سفرته يعني يمكن من المرات القليلة اللي بيقول أنه يجب التنسيق مع الحكومة السورية هذا موضوع كتير مهم طيب أنا بدي أسأل أنا بدي أفترض أنا بدي أفترض أنا بشار الأسد الرئيس بشار الأسد وشفت فرقاء اللبنانيين لا تجي لعندي أنت لا هذا اسمه مكيات ومنه شغل دول بس أنا إذا عدت صعيد الشخصي بتصرف هيك أنتو عملتوا معي العمال خلال الأحداث من سنة 2011 لليوم بدكن أنا شلكن هالمشكلة من عندكم بتجوا لعندي لهون بتجوا لعندي بتحكوا معي منشوف شو ما نعمل أنا بتصرف بالطريقة هيك برأيك هذا منه تصرف دول الدول ما بتتصرف بالطريقة فيه مصالح في كذا بس أكيد أكيد هيك مع منشخص المونوع هذا اللي عم قوله ما هو لا ما هو لا نحن نسينا المهرجات اللي عملوها كل يوم بشكل روتيني نسينا المهرجات اللي عملوها بشتم بشار الأسد وأنه نحن بشار الأسد انتهى واللي بده قص الشوارب واللي بده مشاك طيب إجا وقت الحساب هلا عندك أنت في 2 مليون وصول سوريا يجب التنصيق مع الحكومة السورية برأيك الحي تسمحي لي شغلين طيب كل الدول العربية عادت علاقتها مع سوريا ورجعت سوريا عضو في القمة العربية مشاك طب مين نحن مين نحن كل لبنان إذا رحنا تفوضنا مع السورية أو رحنا عند السورية لنعومه المبد ننعومه أنت مينك لتعوم أصلا مين سأل عنك مين سأل عنك إذا بتعوم أو بتعوم وقت السعودية والإمارات وكل الدول العربية بترجع بتعيد العلاقات مع سوريا أنت يجب أن تعيد العلاقات مع سوريا يا خي ما تروح بالأحضان بس بالإيه خلي روح وفد يعني هون بسي في علامة استفهام في مستفيدين ربما من التغيير الديمغرافي إذا بدنا نحكي مذهبيا إذا بدنا نحكي كمان وين مصلحة المسيحيين بالتغيير الديمغرافي 2 مليون ونص مسلم يتوطنوا في لبنان أكيد مش المسيحيين طيب مهني أكتر شي يعني الفريق إزبادك القوات اللبنانية من أول ما بلش معروفين اللي كانوا عم بيطالبوا ببقاء حلفة لأي دولة ولمين بيصبهم قل لي أنا بللك مين القوات اللبنانية القوات هي مش حليفة السعودية المملكة العربية السعودية هل هذا مخطط سياسي كان يعني ما بدي يفوت بي كمان اليوم عم ينحكي ما بدي تنحكي إعلاميا أنه في تمني على حزب الله بعدم فتح هذا الموضوع درءا لفتنة معينة طالما أنه دائما المقاومة في لبنان ووضع حساس دائما المقاومة في لبنان من مذهب معين دائما ما هي بيلعبوها هيك دغري إذا المقاومة في لبنان طلبت بهذا دغري بيقلبوها سني شيء بدهم بس ولع لا يلعبوا فيها ولكن أنا بسأل المسؤولين المسيحيين وخاصة القوات اللبنانية اللي هنا بيعتبروا أكتر شيء متشددين شو مصلحتك أنت تدافع عن وجود السوري في لبنان وشو مصلحتك أول أحداثة تقول وشو المشكلة إذا حاكموا الأخوة المسلمين شو مصلحتك أنت تقول عندك وزيرة تطلع تقول ما بيفلوا إلي عدمنا شو مصلحة بكل من أن ذي روح لفاصل والأستاذ علي بارك مصلحة هي في ضغط خارجي عليهم اللي يعملوا هيك بس تعرفتش والحل بعد ما نضيج لأنه معروف أنه بس بكل أحوال اللي يجب أن نجتمع كل لبنانيين كلنا سواء لحتى نشيل هذه المشكلة عنها بدنا نتوقف مع فاصل تاني بهذا الحل من ثم نعود مشاهدينا خليكم مرة جديدة برحب فيكم مشاهدينا بالجزء الأخير من هذه الحلقة بحوار اليوم مننتقل مباشرة للاتصال مع ممثل حركة حماس في لبنان الأستاذ علي باركي صباح الخير أستاذ علي صباح الخير بس أنا عضو كات حركة حماس في الخارج نعم أهلا وسهلا فيك بموضوع المفاوضات وموضوع العملية العسكرية برفح كيف عم يتزامنوا مع بعضهم هل العملية برفح ستضغط على حركة حماس مجددا بموضوع المفاوضات برأيك أولا حركة حماس وافقت على بلود المبادرة المصرية القطرية المشتركة ونحن نعتبر أن هذه المبادرة تحقق مطالب شعبنا الفلسطيني ومطالب المقاومة الفلسطينية وأهمها وقت إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة إلى خارجه وعودة النسحين إلى الشمال دون قيد أو شر والبدء بالترميم والإعمار ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والصحية إلى قطاع غزة بواقع ستمائة شاحنة يوميا طبعا الاتفاق أو المبادرة تشتمل على ثلاث مراحل المرحلة الأولى ست أسابيع والثانية ست أسابيع والثالث ست أسابيع في المرحلة الأولى يتم تبادل أسرى بين المدنيين الإسرائيليين والمجندات مقابل أسرى فلسطينيين المدني يقابله ثلاثين أسير فلسطيني والمجندة يقابله خمسين أسير فلسطيني ويتم اتسحاب جزئي لجيش الاحتلال من داخل قطاع غزة خارج شارع الرشيد إلى شرق صلاح الدين ويعود النازحون هذا في المرحلة الأولى وتدخل المساعدات بواقع ستمائة شاحنة يوميا في المرحلة الثانية يتم تبادل الأسرى الجنود والضباط مع أسرى فلسطينيين لكن قبل البدء بعملية التبادل اتفقنا أن يتم الإعلان عن وقف العمليات العسكرية والعدائية من الجانبين بشكل دائم وهذه كانت تقطة الخلاف سابقا وينسحب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة قبل بدء إطلاق صراحة الأسرى الجنود الإسرائيليين وطبعا في كل المراحل تدخل المساعدات يوميا ويتوقف الطيران الإسرائيلي من التحليق يوميا لعشر ساعات في النهار فوق قطاع غزة وفي الأيام التي يطلق فيها الأسرى يمنع التحليق 12 ساعة إذن نحن حققنا وقف إطلاق نار دائم حققنا انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل حققنا عودة النازحين وهناك اتفاق على بدء الترميم فورا والإعمار من ثلاثة إلى خمس سنوات ودخول المساعدات وإجراء عملية صف التبادل للأسرى بجادة وبما يرضي الجانب الفلسطيني طبعا نتنياهو لا يعجبه ذلك نعم واضح أنه لا يريد هذه البنوط طبعا هو لا يريد وقف فلق النار لا يريد وقف الحرب نتنياهو مجرم جيشه ليس مقاتلا جيشه قاتل يفشل في الميدان العسكري فيلجأ إلى استهداف المدنيين يقتل الأطفال والنساء ويدمر المستشفيات والمدارس وخيام اللاجئين والجامعات والمخابز ويقطع الكهرباء والماء ويحاصر الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتنياهو الآن يحاول أن يهرب من هذا الاستحقاق أن يفشل هذه الوساطة لذلك شن هجوم على مدينة رفح لكنه حتى الآن لم يدخل المدينة ولن يستطيع أن يدخل المدينة هو يناور الآن يريد أن يحسن شروط التفاوض من خلال الضغط العسكري نحن نقول أن دخول رفح ليس نزهة والمقاومة على أتم الجهوزية في مواجهة هذا الاحتلال الكتائب المقالكة في رفح استفادت من كل التجارب السابقة على مدار سبعة أشهر حيث قاتلت المقاومة في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب والآن المقاومة في رفح في أتم الجهوزية وحتى الآن لم تشترك كتاب المقاومة في الحرب البرية المقاومة تصد هذا العدوان العضو الصلاحيون دخل مناطق خالية من السكان ودخل شريط حدودي على الحدود المصرية من معبر كرم أبو سالم إلى معبر رفح معبر رفح ليس معبر عسكري ليس قاعدة عسكرية هو منشأة مدنية دخلها يحاول نتنياهو أن يأخذ صورة انتصار في معبر رفح لكن فشل في ذلك وهو يحاول أن يطملص الآن نحن نقول بعد موافقة حركة حماس أن الملعب الكرة بملعب أمريكا وإسرائيل لأن الجانب الأمريكي بشخص مدير ويليام بيرنز عندما كان في الدوحة أمس أبلغ الوسطى المصري والقطري أنهم موافقون على هذه المبادرة التي وفقت علي حركة حماس وأن الرئيس الأمريكي بايدن هو الذي سيتولى إجبار نتنياهو أو إقناع نتنياهو بالوافقة على هذه المبادرة الآن الوفود وصلت أمس إلى القاهرة وبعد ظهر اليوم هناك مباحثات غير مباشرة وإن شاء الله نصل إلى خواتم ونتيجة توقف العدوان على الشعب التلسطين نعم بس شوي التفاصيل سيد زعالي لن يستطيع دخول رفح ما الذي يمنعه اليوم ونعرف حتى قبل العملية البرية في شمال غزة كان يقال الكلام مشابه تقريبا ما الذي يمنعه من دخول رفح عفوا وبالمفاوضات قلت أنه العدو يربط اليوم دخوله إلى رفح بالضغط على المقاومة الفلسطينية في المفاوضات إذن لن يدخل لن يقبل بهذه الاتفاقية إذن سيدخل إلى رفح وسألتك في البداية هل سيدغط عليكم بهذا الدخول سيكون هناك تنازلات سبعة أشهر سبعة أشهر من الحرب والقتال لم يحقق نتنياهو أي من أهداف والمعلنة هو أعلن أنه سيقضي على حماس والمقاومة وسيخرج الأسرى الإسرائيليين بالقوة وسيهجر أهلنا في غزة إلى سيناء هذه الأهداف الثلاثة لم يتحقق منها شيء وفشل العدو الصيوني في البقاء في شمال غزة وفشل في البقاء في خان يونس وفشل في البقاء في المخيمات الوسطى في دير البلح وانصيرات والمغازي والإبريج والمقاومة أخرجته من هذه المناطق هو موجود فقط في وادي غزة حيث لا يوجد سكان في محور نتزارين والمقاومة يوميا تقصفه في هذا المحور بقضاء في الهاون وسواريخ الكاتيوشة النيو سبعة وغيرها الآن المقاومة في رفح بكامل جهوزيتها استفادت من كل التجارب الصادقة لا تقاتل مواجهة جيش إلى جيش لكنها تنصب الكمائن وتضع خطة دفاعية عن مدينة رفح وحتى الآن العدو الصهيوني يقاتل في محيط مدينة رفح ولا يدخل إلى المدينة هو في المناطق الخالية من السكان شرق مدينة رفح حيث مطار غزة التي دمره سابقا وهي منطقة صحراوية خالية من السكان وكذلك دخل في الشريط الحدودي مع مصر حيث لا يوجد سكان فإذا العدو الصهيوني يعني دخل وهو متردد وهو يدرك أنه لن يحقق أي إنجاز ولكنه اليوم أقله يسيطر على شاحنات المساعدات يعني حتى بهذه الساعات القليلة المتواجد فيها هو يمنع وصول هو يتحمل مسؤولية الحصار بشكل أكبر أمس حاولت الأمم المتحدة إدخال المساعدات عبر معبر رفح لكن الجانب الصهيوني رفض إدخال هذه المساعدات هذا يؤكد أنه يمارس حرب تجويع على الشعب الفلسطيني ويمارس حرب إبادة على الشعب الفلسطيني ولذلك هذا برصب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والإدارة الأمريكية التي تزود هذا الكهن الصهيوني بأحدث أنواع الأسلحة نحن نقول أن نتنياهو سيفشل في رفح لن يحقق أي انتصار لن يحقق أي هدف من أهداف المعلنة لذلك نحن ندعوه إلى العودة إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة والانتزام بالمبادرة القطرية المصرية لأنه ليس لا يوجد خيار آخر أمام نتنياهو للإفراج عن الأسرة يعني يكفي سبعة أشهر من القتال والضمار ولم ينجح في استعادة الأسرة الإسرائيلية لذلك بعد هذا الفشل الذريح لا يوجد خيار إلا وقف العدوان انسحاب الجيش الإسرائيلي عند ذلك تبدأ المقاومة بالإفراج عن جنود الاحتلال نعم هل تتوقعون اليوم في المباحثات أي أمر إيجابي من قبل العدو الإسرائيلي؟ نحن من جانبنا وافقنا على المبادرة القطرية المصرية والتي وافق عليها وليام بيرنس في الدوحة أمس الآن الكرة في الملعب الأمريكي الصهيوني على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلزم إسرائيل بهذه المبادرة المفاوضات لم تبدأ اليوم بعد الظهر تبدأ وقد تستمر يوم أو يومين نأمل أن نصل إلى اتفاق نهائي يوقف العدوان على الشعبنا الفلسطيني نعم شكرا سيد علي بركي على هذه المداخلة سيد العميد ما رأيك في أي تعليق على كلامك؟ أنا بدي علق على البروباجندا لعمل الجيش الإسرائيلي في معبر رفح أو من ناحية قطع المعابر ومنع دخول الشاحنات بالنسبة للمشاهد اللي حطها على أنه قال في كلمة غزة وفي بدبابة ما طلعت عليها هذا شيء سخيف لأنه معبر رفح مثل ما قال الأستاذ علي معبر هو مركز مدني منه مركز عسكري ومنه البطولي أنك أنت تروح تسيطر عليها ونطلع على الأراضي المصرية وتمشي بمجنزرات في الأراضي المصرية هذه بروباجندا يحاول نتنياهو أنه يسجل ولو انتصار وهمي للإعلام وللشعب الإسرائيلي سيطرنا على معبر رفح يا لطيف واحد أثنين وين البطولي وقت اللي بيسكر المعبر لإدخال الشاحنات وتجويع الشعب الفلسطيني وين البطولي وقت المستوطنين الإسرائيليين بيهجموا على هذه الشاحنات وبينهبوها هذه حقارة هذه مانة بطولة بطولة هي في الميدان البطولة هي في المواجهة في الميدان هل هو مثل ما قال الأستاذ علي أنه فعلا هني دخلوا في مناطق مفتوحة وما فيها يعني أبني هذا اللي يعملو خلينا نشوف بس يفوت باتجاه منطقة رفح مزبوط إذا كان مقرر فعلا يعمل عمل عسكري نشوف شو بده يتكبط خسائر كما حدث معه بكل المحاور في محاور غزة ادعاء أنه سيطر وسوف يقضي مبارح أنا سمعته لنتنياهو عم بيقول سوف نقضي على حماس وسوف نمسح وسوف يعني عم نشوف مين عم ينمسح هو ما مسح إلا المدنيين ما ضمر إلا الحجر ما ارتكب إلا المجازر وكل اللي عمله خرق للقوانيات الدولية ولحقوق الإنسان هذا اللي بدي أقوله على تعليقا على اللي صاري بس بموضوع كمان أهداف المقاومة كان بالبداية عم نحكى عن تصفير السجون اليوم يعني نحكى بالأعداد كتير وقت اللي بيقلك أنه المجندي خمسين بهم قبيلة هلا بأتيد هني بعد عندهم بالمئة وثلاثين مئة وثلاثين يعني أسير إسرائيل إذا بتحسبيهم خمسين مقابل المئة المئة وثلاثين بيطلعوا العدد مهما بالسجون فيه بحدود السبع تلاف غير اللي وقفوهن بالضفة الغربية بس بالنهاية أنا أعتقد أو أجزم حتى يعني قادرة اليوم المقاومة طبعا طبعا وخاصة أن واتلي بتطلب الأرقام يعني النمر التئيلة بالموقفين مثل البرغوتي والموقفين المهمين هذي شرط أساسي لتحريرهم إسرائيل آخر شي وفقت شرط أنه ما يروح على الضفة الغربية شرط يروح على غزة بالنسبة للبرغوتي أنا أعتقد أو أجزم حتى أنه سوف تصل المقاومة إلى مبتغاها وهي تصفير السجون وانسحاب الجيش الإسرائيلي بدي يضيف بعد شغلي خبرية قوات ردع عربية وخبرية أنه بدوا يسلموا الحكم في غزة لما بعرف لمين ما حمشي الحال لن يحكم غزة إلا أهل غزة بطعا صدر بدقيقة هيك المشهد بعد يعني لو راح الأمور شايفينوا أنه لا الإسرائيل صحيح عم بهدد بس كمين ما في شي عم يردع لا حد هلا أنا اللي شايفه كل اللي عم يعمل هلأ الجيش الإسرائيلي هو تهويل لأنه عارف عواقب دخوله في وحول رفح عارف عواقب تدخل محور المقاومة من كل الميلات وخاصة مبارح وقتل تدخلت إيران على لسان قائد الحرس السوري الإيراني وقتل قال أنه بدنا استهدف البحر المتوسط فإذا نحن رايحين إذا في حال قرر نتنياهو يقوم بعمل أحمق بغزو غزة فعلا سوف تكون رفح سوف تجعل المنطقة في حالة توتر كبير ما حدا بيعرف لهم بتوصل شكرا كسيات العميد منيرش حادة على هذه الحلقة الغنية دائما بالتحليل والمعلومات شكرا لأخير لكم مشاهدينا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة